وجه السيد الرئيس بتحية تقدير واعتزاز لكل مصري ومصرية يعملون بتجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية أكد فخامة السيد الرئيس على أهمية الإيمان واليقين الراصخ بقدرة المصريين جميعا على صياغة الحاضر وصياغة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار كان الرئيس قد أكد أيضا تقديره التام لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية ناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الحرب الروسية الأوكرونية كما أكد السيد الرئيس أن الدولة لم تدخر جهدا لاحتواء هذه الآثار السلبية بما تمتلك من قدرات وإمكانيات وأنه لو لا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مؤثرة لكن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع الأزمة وتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنكاز أو تتعثر خطة التنمية بعث السيد الرئيس أيضا برسالة طمأنة أنه بات بين تمام الانفراج خطوات معدودة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته وخطابه من محافظة بني سويف أنه على التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي إيمانا بأن حيوية البجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالة على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع والإيمان الصادق بقدرات المصريين جميعا على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم لذلك أطلق السيد الرئيس دعوته للحوار الوطني وهي الدعوة التي حققت وجمعت النسيج المصري من جميع أطيافه وجميع عناصره وكانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه لهذا كانت استجابة السيد الرئيس الفورية لما تم التوافق عليه بين القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار وأصدر السيد الرئيس توجيهاته بشكل مباشر للحكومة بدراسة ووضع آليات تنفيذها وألية تفعيل هذه الآليات كما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنام التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وطيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري وقال السيد الرئيس أصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقرا هذا وقد اتخذ السيد الرئيس في هذا الخطاب عدة قرارات تهم الشارع المصري وتمس الحياة المباشرة للمصريين وهي قرارات في غاية الأهمية انتظرها المصريون جميعا القرار الأول زيادة العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح حوالي 600 جنيه مصري بدلا من 300 جنيه مصري لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام القرار الثاني أو ثانيا أصدر السيد الرئيس قرارا بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق ثالثا رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام رابعا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة خامسا مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن سادسا سرعة تطبيق زيادة بتل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة سابعا قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 فامنا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقصات المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية عام 2024 اربعة وعشرين